شبكون صاير شي؟ شوفي بيثان نحن ناطرينكن لنقعد سواع السفرة شبكون حدا يقلي انا مليت من الحكي لهيك رح ضلت ساكت مونير اترجاك لا تفتح الموضوع مرام بدت تتعرف على الشوفير تبعك اه اصدق مصطفى ايه ليش ما قلتولي انه مصطفى خطيب القديم لفاطمة هذا موضوعنا لليوم انا انا كتير مليت حاجة مرام بيكفي بقى حاسس حالي قاعد قدام حد عم يستجوبني انا بطلت احكي بهالموضوع اذا بدك تصدقي صدقي واذا ما بدك تصطفلي ما عد فيني يتحمل اهدف صهري موحق مرام راعة واضعي انا كمان كل يوم بسمع قصة جديدة وبترجع بتتخربط افكاري اكتر من الاول وليش لتتخربط افكارك ما فهمت ممكن تشرحيلي شو قصدك لو بتشغلي عقلك شوي رحتك تشفي انه نحنا بعاد عن كل هالقصة قال اهله كمان تركوا الشغل ايه وضع امه ما بيسمح لن يبقوه قلت الله هالشي ما صدقه مصطفى ترك الشغل عندي هو ما عد شوفاريه لا اسباب خاصة فيه باهله مو انا السبب اصلا كان شايف حاله كتير مني احناك اخلصت منه مظبوط انا شغلته شوفار عندي بشكل مؤقت بس الزلامة زكي لهيك رح سلمه منصب هلا لا دريت بهالقرار من هون رايح هو رح يكون مسؤول عن كل السفاريات تبع الشركة لبرا هو اللي رح يخطط اصلا كل الشوفاريه اللي عنا ما كانوا مرتاحين مع اسماعيل فندي هن في شوية مشاكل عندهم بس ان شاء الله رح نخلص منها بس يستلم الشغل انا رح داوم بكرا وهنيك بنحكي بالموضوع بشكل منفصل لساتك مريض لوين بدك تروح لا تخافي علي ماما الجو بالشركة اظرف بكتير من الاجواء المتوترة تبع البيت بعدين انا مليت من لعب الاتاري مع مراد طول الوقت ايه مظبوط تعال وهنيك بتغير جوي شوي وبنتسلى معك اخي طالما الاكل جاهز خلونا ننتقل للسفرة لكان انتظرتونا كتير يلا قوموا تفضلوا يلا قومي مراما يا الله تعالي اختي تعالي عدي يلا قلموا يلا قوموا يلا قلموا تحرق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة